مرات أنا بسمع يعني كتير ناس بتلتجي للإسلام لأنه عنده مشاكل زوجية فبضطر لازم يطلق المسيحية ممنوعه تطلق فعاوز يتجوز ممنوع تتجوز واحدة تانية في المسيحية فبتسهله أنه يتجوز بيكون بده عقد عمل بدي ينجح في الجامعة في الكلية في الكلافة فبضطر هاي الضغوطات اللي بتتحط عليهم بضطروا أنه يغيروا الدين أنا كنت مسكى حاجة زي اسمها ملف الأسلمة ملف الأسلمة هتلاقي فيه الناس اللي عليهم ديون عليهم مشاكل مادية كبيرة بيدوروا عليهم الجامعات الإسلامية ويحاولوا أنه هم يتفعلهم الديون داية علشان يقدروا أنه هم بالإغراء بالإغراء يعني بالترهيب والترهيب زي ما بيقولوا لكن يعني النقيد لأي واحد عابر عارف المسيح وهذا السؤال اللي عاوز يعني أقول أنه ليه المسلم بيتحول للمسيحية ممكن أسأل سؤال قبل هذا السؤال يعني فيه ظاهرة تانية على فكرة أنه كتير من الإسلام عم بترك الإسلام مش بيصير مسيحة عم بيلتجئ إما للعلمانية والبعض أو عدد كبير يعني والحق يقال عم بيلتجئ للإلحاد يعني طبعا هذا شيء تاني غير أنه مش عم بيجي للمسيح بس عم بترك الدين كله من أساسه ناس كتيرة بيتركوا الإسلام لأن الإسلام حاجة مش إلهية يعني لو أنت تفكر شوية في الآيات اللي موجودة في القرآن وفي الأحاديث وفي السلوك النبي وفي الفقه هتلاقي أنك أنت تدخل في دوامة من الأمور البعيدة بعدا كاملا عن فكرة الله فبيحصل أن الناس دي بتحس أن هي ضاعت في وسط ده أنا عمال أقرأ وعمال حاول أتدين عمال وبعدين تلاقي أنه هو بيصطدم بأن ده مش فكرة الله وعصر المعرفة فهو بيعمل إيه بقى طبعا عصر المعرفة زي ما بتقول إنترنت ده يعني بقى صحل جدا دلوقتي يعني فخلاص ما فيك يعني تحكي شيء وتكون ملزم فيه لأنه بدك تبحث بدك تفحص ما هو عشان كده بتدوا ينقحوا الكتب وبتدوا أن هم يشيلوا منها حاجات كتيرة جدا بس موجودة حتى ولو القديمة طبعا مش الجديدة الدبعات الجديدة متنقحة والكتاب اللي كان قد كده بقى قد كده ليه لأنه بيشيلوا منه لأن طبعا كل حاجة على النت أما بيصطدم المسلم بالحاجات دهية بيخرج عن الإسلام ما بيلاقيش حد في نفس الوقت يبشره يكلمه عن المسيح يديره البشارة الصارة عن المسيح فهو بيترك الإسلام ويلحد أنا وصلت إلى أن أنا أترك الإسلام وألحدت أنا شخصيا يعني قبل ما تجي إلى المسيح قبل ما أجي إلى المسيح أنا ألحدت وتركت الإسلام تماما وألحدت ومن خلال الإلحد ربنا كلمني تاني يعني ربنا قالي أنا موجود أنا 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 اللي خلقت العالم وبتدى يكلمني في أمور في الخليقة نفسها ومن خلال ده ابتدى ربنا يكلم قلبي وبتدت أن أنا يديني إعلان بالروح القدس يعني أن أنا أقبل أن أنا أشوف لأن مكتوب في الكتاب أن إبليس أعمى عيون غير المؤمنين اللي كلا تستنير عيونهم بمعرفة إنجيل مجد المسيح أنا الغير مؤمن عينه عمية ودانه أصمة المشكلة أنه هو مش قادر يشوف لكن ربنا ما بيجي يدي الإعلان كده يفوريه له ويفتح له عنه أنا بتجيه أرى أشوف فعشان كده أنا قبلت عمل المسيح كتير من الناس مش بيوصلوا للنقطة دي إن هما تركوا الإسلام وربنا مش موجود إحنا بنصال للناس دي إن ربنا يبعط لهم حد يوصل لهم ولو ما فيش حد يوصل لهم هو بنفسه علشان تفتقد النفوذ ده هيت من الظلمة وتعرف نور معرفة المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر